عشاق طيور زينة والطيور المغردة مرحبا بكم في موضوع جديد في الكثير من الفيديوهات وخصوصا المتعلقة بالأمراض التي تصيب طيورنا ذكرت اسم البكتيريا النافهة أو البروبيوتيك وخصوصا بعد إعطاء طيورنا مضادة الحيوية مضادة للأمراض وتلقيت الكثير من التعاليق تتسائل عن دورها داخل جسم الطيور وعلى المشاكل المتعلقة بعودة الطيور للمرض بعد الشفاء لذلك موضوع اليوم سيكون حول هذه البكتيريا النافعة والدور ديالها في أمعاء الطيور وأعراض النقص ديالها وعلاقتها بعودة المرض للطيور ديالنا بعد الشفاء والمواد التي تقري على هذه البكتيريا النافعة والمصادر الطبيعية التي تتواجد فيها بالإضافة للمنتجات التي فيها البكتيريا النافعة وخصوصا المتوفرة في الأسواق الخاصة ببيع أدوية الطيور ومستلزمتها وينتا خاص المربي إجباري عليه على أنه يعطي هذه البكتيريا كل هذه الأسئلة سنتعرف عليها إن شاء الله ونجاوب عليها في هذا الموضوع ولكن قبل ذلك سوف نرى السوق القريعة يوم الأحد وهي بارك كانوا طفارات ديالكاناري ريسيسيف وكان الجلوستر كما كيبلكم هنا كان الطيور والله الحمد كان مستوى جيد كانوا طيور هادو هنا مخلطين كين ريسيسيف وكان الجلوستر المهم على أنه موضوع اليوم كيف ما قلنا أراها سيكون شيق للغاية نتمنى كل شيء إلى أنه يتبع مزيان هذا الموضوع هذا أرا فيه إفادة تتعلق البكتيريا النافعة بقاوم عايها أولا أمعاء الطيور تحتوي على أكثر من ألفين نوع من البكتيريا الضارة والنافعة والتوازن بينهم يكون له أثار إيجابية على الصحة للطيور البكتيريا النافعة هي كائنة حية دقيقة توجد بشكل كبير داخل جسم الطائر مثل الجهاز الهضمي الحلق الجلد الفم وتساعد الأمعاء على القيام بالدور على أحسن مايوران وفي نفس الوقت تحارب البكتيريا الضارة والوجود بالقناة الهضمية كي يقلص نسبة الاحتمال للإصابة بالمرض نظرة لتقلص المساحة والنمو والمسببات المرضية مثل كوكسيديا والسرمونيلا وتساعد الكبد على التخلص من الفضلات والطرد السموم المتراكمة فيها وتحفز الجهاز المنائي من خلال زيادة عدد الخلايا المنائية في الجسم وتمنع تحول النتريت إلى مادة سامة وتساعد المعدة على تنظيم الهضم بالحفاظ على مستوى الحمودة الضروري وتحفز البكتيريا الضارة لإحتوائها على خواص مضادة لهذه البكتيريا وتقضي على البكتيريا التي تعيق عملية الهضم وتقوم بإنتاج المضادات الحيوية داخل الجسم وتنشط وتعزز الجهاز الهضمي وتمتص العناصر الغذائية من الأغذية وتعزز عمل الأمعاء وتساعد لإنتاج فيتامين B تعرفنا دابة على البكتيريا النافعة أو البروبيوتيك تعرفنا على الدور داخل جسم الطيور الآن سوف ندوز الأعراض النقص يظهر انتفاخ في بطن الطائر والإصابة بإسهال المزمن بالإضافة إلى عسر الهضم لا يبقى فيتامين B في جسم الطائر وإصابة الطائر بخمول وأكبر مشكلة كي يصادف المربي عند تقديم المضادات الحيوية كما ذكرت في العديد من المواضيع السابقة حول أمراض الطيور لأن المضادات الحيوية وخصوصا القوية المفعول منها كما يقال تأتي على الأخضر واليابس بمعنى تقضي على جميع البكتيريا الضارة والنافعة ومن بين الأعراض كذلك سقوط الريش من بعض المناطق بسبب أمراض جلدية لا علاقة لها بغيار الريش ولكن عندها علاقة بنقص المناعة عند الطيور أما بالنسبة للمصادر الطبيعية للبكتيريا النافعة البكتيريا النافعة متواجدة في العديد من المواد الطبيعية لكن البعض منها لا نستطيع تقديمها الطيور لأنها مثل مشتقات الحليب فهي غنية بالبكتيريا النافعة لكن حذاري من تقديمها الطيور لأن الجهاز الهضمي للطيور لا يستطيع هضم الكاربوهيدرات والدهون والبروتينات الموجودة بالمواد المشتقة من الحليب نجد البكتيريا النافعة بالنسبة كبيرة في خلط الفاح تقدر تقريبا بأكثر من 25% وتوجد بنسبة متفاوتة في الخضروات كالسبانخ الخص والفواكه كالتفاح والليمون وكذلك في منقوع الحمص نعم منقوع الحمص غني جدا بالبكتيريا النافعة والطريقة لكي نحصل على هذا المنقوع نأخذ كأس من الماء ندير فيه الحمص نسنع على ما يقل على 6 ساعات بعد ذلك اللون الماء يتغير ثم نعرف أن أولادنا منقوع الحمص نحيد منه الحمص نصفيه وكولادنا هذا الماء هو الذي نقدمه في المشربية والطيور غني جدا بالبكتيريا النافعة تعرفنا على البكتيريا النافعة أو البروبيوتيك والأدوار المهمة التي يقوم بها داخل جسم طيورنا وأعراض النقص والمواد الطبيعية التي توفر على البكتيريا النافعة والمنقوع الحمص الآن ندوزه للشق لخاص المربي يدخل ويقدم البكتيريا النافعة للطيور الزاما وليس اختياريا في بعض الحالات المراضية للطيور يضطر المربي لتقديم أدوية مضادات حيوية مثل البيترين أو لأنه لا يعرف يشخص المرض ويعطي الأدوية متنوعة لكي يقضي على هذا المرض الذي يكون في الطيور وللأسف العديد من المربيين يجهلون هذا الشق المتعلق بتقديم البكتيريا النافعة لأنه كما قلنا تقديم الدواء وخصوصا لمدة طويلة كن على اليقين تام أن البكتيريا النافعة لم تعد في جسم الطائر هنا الطائر لدينا يجعل عرضة لجميع الأمراض لا يوجد طائر كبالك لأنه براء لا يبقى به شيء وعود ثاني يرجع يمرض لماذا؟ لأن البكتيريا النافعة لم تعد في الجسم وأي بكتيريا أو أي فيروس يدخل إلا يوجد المكان لا يوجد مقاومة هنا طيورنا سعيد عليها لحظة بالمقاومة وفي هذه الحالة يجب أن تقدم منتوج فيه البكتيريا النافعة لا يجب أن تكون احتمد على أن تحطيها طبيعية لأن يجب أن ضروري هذه الساعة تعطيها للطائر بالنسبة لي أنا والحساب نستعمل أنتروباك فهو مناسب جدا لإستعادة الأمعاء أثناء وبعد العلاج بالمضادات الحيوية يقوي جهاز المناعة ويقضي على جراتيم الدارة ويعمل كذلك ضد الفطريات يحاول على استقرار المحيط للأمعاء يحافظ على الصمود أمام المضادات الحيوية توقف انتشار الفطريات التي تكون في الجلد هو مكمل غدائي مشي دواء جد مهم للطيون فيه بكتيريا بروبيوتيكية نافعة وبروبيوتيك جد خاص من أجل سهيل الانتشار والعيش في أمعاء الطائر ويقوم بإعادة إصلاح حالة المعدة كما قلنا خاصة بعد تقديم الأدوية بالنسبة الطريقة للإستعمال سهلة للغاية نأخذ 10 جرام من أنتروباك ونضعها في كيلو جرام من الباتي ما يعادل لكل مياس من الباتي في هذه الحالة لا يهمش النوعية للباتي غير سكون لأنها جديدة وبالنسبة لما عنده الباتي هذا المنتوج ستستعمل حتى في الماء 10 جرام لكل لتر من الماء أو 1 جرام لكل المشربية 100 ميلي لتر هذا البروبيوتيك أو المكمل الغدائي أنتروباك سنستعمل المدة خمسة أيام متتالية مباشرة بعد استعمال الأنتيبيوتيك أما الناس التي تستعملوا كوقاية تأخذ 5 جرام فقط في كل لتر يعني نستعمل 5 جرام من هذا المنتوج هذا في لتر من الماء أو نستعمل 5 جرام في كيلو جرام واحد من الباتي الإخوان موضوع اليوم سنتهى نتمنى لأنني قدمت إفادة للناس الذين تبحث على المعلومات الناس الذين لا تشتركوا في القناة نتمنى لأنها تشترك والناس الذين تتفرج بلا تدير جام لا يوجدها فقط لكي قناة مس تكبر وانتشر المعلومات الخاطئة ونحاول نقدم على حساب جريبا ما هو صالح لكل مربي أستودعكم الله وإلى حلقة مقبلة بحول الله شكرا